استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين والوفد المرافق له بحذور وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي ورئيس المخابرات العامة لواء عباس كامل أكد الرئيس السيسي خلال هذا اللقاء أن الوقت قطحان لإنهاء الحرب الجارية في قطاع غزة والاحتكام لصوت العقل والحكمة وإعلاء لغة السلام والديبلوماسية مشددا على خطورة توسع نطاق الصراع إقليميا على نحو يصعب تصور تبعاته وعشر رئيس السيسي إلى أن حقنا دماء الشعوب يجب أن يكون المحرك الرئيسي لكافة الأطراف وأن وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يكون بداية الاعتراف الدولي الأوسع بالدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين باعتبار ذلك الضامن الأساسي لاستقرار المنطقة وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهدت تجديد على قوة الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين إضافة إلى حرصهما على دفع الجهود المشتركة لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة وفي هذا الإطار تم استعراض جهود الوساطة المشتركة المصرية الأمريكية القطرية لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين هذا وقد شهد اللقاء تبادل الأراء بشأن نتائج الاجتماع التفاوضي الأخيرة الذي عقد الأسبوع الماضي بالدوحة وسبل تحريك الموقف وأحراز تقدم في المفاوضات الجارية بالقاهرة وقد أطلع الوزير بلينكين الرئيس السيسي في هذا الشأن على نتائج زيارته لإسرائيل مؤكدا التزام الولايات المتحدة بجهود تهدئة وتوصل الاتفاق ومعربا عن التقدير الكبير لدور مصر وجهودها البناء في هذا الشأن اشتركوا في القناة